دلوقتي مع كلمة السيدة روضة ابن ميلاد ابن رز رئيسة جامعية AMC لمرضى السرطان في تونس نسمع الكلمة مرحبا بكم في تونس قد ملكم روحي أنا روضة بن ميلاد زروق رئيسة ومؤسسة جامعية مرضى السرطان كنت أتمنى نكون معاكم لكن ظروف ما سمحتش السنة هذه دورة أدية الأولى وكانت دورة ناشية هيسر وفات التوقعات متاعنا أحنا من الإنجازات كبيرة في حملة أمل كنا ناشطين يسر وأحنا كعادتنا كجامعية مرضى السرطان أحنا ناشطين وبالحملة هذه حلمنا وعشنا أيامة يسر حلوة عملنا برشة تظاهرات قرابة العشرين ولا يمكن حتى أكثر معاش نعرف نحسب تونس كاملة عاشتها التظاهرة هذية عملنا في شارع الثورة تظاهرة كبيرة يسر عملنا في أكبر بلدية في تونس بلدية العاصمة تونس عملنا في كثير الأماكن في المقر متاعنا كجامعية مرضى السرطان عددت أيامة حلوة برشة وكانت كلها محبة زرعنا الأمل والمحبة في قلوب الناس كل اللي موجودة في تونس ومن خلالكم تومة زادت تبعناكم راهو تبعنا كل تظاهرة في العالم كامل وهذا كما نقوله وكما قلنا بالأمل النعيش وإحنا نقوله بالأمل لكلنا مع بعضنا نحاوله أملنا إلى نجاح أحنا من تونس ومصر أشقاء أشقاء اللي نحبوا بعضنا برشة وإن شاء الله الكل يتعمم على العالم الحب والأمل والمثابرة وحب الحياة والتشبث بالحياة وهذه هي حياتنا وأنا لم أعيشتش هكا لم أكن نصلتها الحمد لله يا ربي عديت 21 سنة بعد مرضى السرطان وحمد لله لباس وبعثت الأمل من اللي أنا مريضة وللتوى طوى 21 سنة في قلوب عشرات الألاف من العبيد وهذا شرف لي نشكر مستشفى بهية وأنور الكاموني اللي هو مؤسس حملة أمل يا أنور شكري الجزيل لك وإن شاء الله ديما ناجحين ونشكركم ياسر ونحبكم ياسر